ما نيجي نتعامل مع العابرين نتعامل معهم كأنهم أولادنا مينفعش إن إحنا يبقى دول الدخلاء وإنتوا مش عارفة إيه وإحنا المسيحيين الأصليين أنا عايز أقول كل الكنيسة أمم يعني كلها عابرين الحقيقة إن دول عبروا قبل دول لا لا والحق يقال حتى في إسرائيل في مش أقل من خمسين ألف يهودي عبر للمسيح يعني حتى في اللي من تسميهم يهود مثلا أو كده عبروا للمسيح في ناس عبرت للمسيح من الإلحاد من الهندوس من البوذية من ديانات من هرطقات من بدع من من في اللي عبروا كمان من الإسلام ولكن لأنه إحنا ببرامجنا إحنا بنتعلم مع مجتمعنا اللي بيحكي اللغة العربية وفاهمين الكولشر العادات والتقاليد وكل هالأمور فإزاي نتعامل مع الشخص محسش إنه غريب في الكنيسة أولا لازم نتكلمه باللغة أسهل يعني اللغات بتاعت اللغة المسيحية دايما اللغة المسيحية صعبة يعني إنك أنت تقوله ربنا يبركك وبجد بالأمانة وتحلفش وهو يجي يقولك والله يتقوله ما تقولش والله وكل ما يجي يتكلم كلمة تقوله لأ أنت ما تعملش لازم يبقى إحنا بنطول بالنا في التعليم في التعليم يعني زي ما قلت كده هوت ما يبقى عندنا سطر بنمشي عليه ونسيب سطر ودايما المحبة لا تسقط أبدا يعني الدروس اللي أنا تعلمتها بالمحبة هي اللي سبتت فيها عايز أقول وأنا دخلت أول مرة الكنيسة ما فهمتش هما بيقولوا إيه يعني كانت بالنسبة لي اللغة زي ما يكون واحد دخل في درس لغة مختلفة تماما عن العربي كأن أنا مش يعني كلام يدوبك اللي في النص مثلا وبعدين ألاقي كلمة مثلا تلاقي مثلا ملكوت السماء هي ملكوت السماء ده وبعدين ابن الإنسان بتشفى فهمة مين ابن الإنسان تبرير الفداء تبرير الفداء بانوراما الدم كلمات مصطلحات صعبة جدا وإحنا مش فاهمين يعني إيه كلام ده أنا مش فاهمين قاعدة النموس أنا يعني فقط التركيز مع الكلمات ده كلمتها للويا نفسها مكنتش فاهمة يعني إيه معناها سلاح اللي هي السكتة الموسيقية اللي موجودة في المزامية مش فاهمة إيه دي فالعابر بيقف عنده نقطة كثيرة جدا هو بيقرأ كتاب المقدس وهو جوه الكنيسة بيسمع وعز وكده فهو بيبقى محتاج أن حد يكون بيتبنى حد يعني يقولك ده مثلا أخ لي أو أب لي أنا هحاول أن أنا أشرح له بعد ما نقعد نسمع الوعزة أرجع تاني أبسطها له علشان يتعود يروح على الكنيسة لكن في نفس الوقت يبقى فيه لغة تفسيط للعابرين علشان أنه هو يبقى فيه مرحلة انتقال ما بين الحياة من غير مصطلحات مسيحية إلى أن تتغير لا هو بالحقيقة الموضوع هذا بيشمل الكل اخترشة محتاجين نشرح الكلمة اللي بنعبر عنها اللي بنحكيها فمرات كتير من السئل أنه نطلق كلمات بدون الشرح وحتى مثل ما ذكرتي مش العابر حتى مسحيين كتير كتير مصطلحات ما بيعرفوها أنا بسميها مصطلحات إنجلية يعني هاي تستخدم دايما في الأوساط الإنجلية وكل طايفي إلها مصطلحات يعني أنا عندي أصدقاء من طواقف تانية مراتي بيستخدموا مصطلحات مش فاهمها ولكن تعودوا على هذه المصطلحات ولكن الكتاب يعلمنا أنه نتعامل يعني زي بيبي عم بياكل الحليب يعني وشوي شوي يتعلم وينمو في المعرفة وفي النعمة